الرديك تسعين تسعين هواها مصر منورين ازرق لما تشوفوه هتعرفوا ان ده احتفال باليوم العالمي للتواحد التواحد مش مرض التواحد ده اطراب للناس لكن ربنا بياخد حاجة كده من حد لكن بيديله قدرات خارقة مصابين التواحد عندهم قدرات خارقة الحقيقة لازم ناخد بالنا منها عندنا اكتر من مليون شاب وطفل عندهم توحد ارجو ان الدولة تعمل حمل التوعية بكل مؤسساتها سواء مؤسسات دولة او المجتمع المدني او احنا ازاي نتعامل ازاي ندمجهم في المجتمع علشان يبقوا كالاسوياء سواء في الشارع في النادي في المدرسة او حتى لما تيجي تتكلم معاه ماينفعش يصعب عليك وتقول يا حرام لا بالعكس دخله معاك واخد الايجابيات منه وشوف هو عايش ازاي في العالم بتاعه التواحد مش مرض التواحد ده اضطراب ارجو ان احنا نحتفل باليوم العالمي للتواحد يوم الحد الجاي واتشرف اني اكون سفير للتواحد في مصر من خلال الاحتفال وهنعمل مؤتمر صحفي يوم الحد باذن الله علشان نتكلم عن التواحد اشكركم عزيزي المشاهدين والمستمعين طبعا علشان وقتنا انتهى هنروح لاغنية اسمها دايما مع بعض بمناسبة التواحد ومناسبة الدمج لكل واحد نقص حتة خلونا مجتمع واحد باذن الله المجتمع ده ينطلق الى المستقبل اللي احنا نتمنى اشكركم عزيزي المستمعين خلصنا وقتنا ان شاء الله اشوفكم الاربع الجاي اسا عشرة برنامج فير بلاي زكريا ناصف الى اللقاء اشتركوا في القناة